عبدالله العظيمي كان متواجداً كبير المراسلين كمانت متواجداً في التدريفات اليوم والتقى بعدد من اللاعبين السعودية نبدأ أولاً بحديث للمنتشري وأحمد أطريف ما يحتاج الجمهور السعودي أكيد إنبارة حاسمة وإن شاء الله بعد تخدمنا كمان الظروف بكرة إن شاء الله وفوز المنتخب الإسترالي عشان تكون هي إنباراتنا الحاسمة ويكون الجمهور لو كلمتها وإن شاء الله من خيبضوا أنهم بذن الله والله ما في فرح مبالغ مباراة جداً صعبة وما نكذب عليكم ولا نحسم الأمور مباراة جداً صعبة ومنتخب العماني صالح لنا يخرج بنقطة وعشان خصوصاً مباراة نخير حتكون في أرضه وبين جمهوره وإحنا يهمنا إن شاء الله رب العالمين أن يكسب الثلاثة نقاط وإن شاء الله تخدمنا الظروف يكون الفرحة من هنا والتأهل من عندنا من الرياض إن شاء الله والله صراحة غيابه حيكون مؤثر على منتخب العماني وجداً مفيد لنا صراح وإن حديد لاعب كبير وأعتقد من الركاز الأساسي في منتخب العماني هو وأحمد كانو وأعتقد هم الآن أربعة أو خمسة من لعبة الخبرة يعتبروا إن شاء الله بحضور حديد إن شاء الله يبارك أنه بعد مباراة ونحظم بعض يا رب كل مباراة لها حساباتها وكل مباراة لها ظروفها والحمد لله يمكن لحققنا الثلاثة نقاط مباراة تايلندا هي الأهم حنا ما علينا منهم لكن لجواء التصفيات بشكل عام ما تخضى على أي ظروف أو أي تكاهنات الحمد لله إن شاء الله نكون جاهزين بباراة عمان وهي الأهم إن شاء الله لا إن شاء الله إحنا ما رح ننتظر أحد وإحنا إن شاء الله نعتمد على أنفسنا توفيق من الله سبحانه لاعب وسط أحمد حديد وكانوا غايبين في عمان مريح بالنسبة لك؟ والله أكيد منتخب عمان ما رح يعتمد على لاعب أو لاعبين ومنتخب سعيد نفس الحكاية أنا ما ننتظر للمنتخب العماني حديد أو كانوا ننتظر لفريق العماني إنه فريق كبير وفريق خطير وفريق صعب أيضاً أسامة هوساوي قال للحبس بأن الجمهور السعودي مختلف عن الجمهور الإنجليزي متابعة أسامة اليوم شفتوا عمان شفتوا مبارا عمان أستراليا شفناها اليوم وأمس وقبل طبيعي يعني تشوفها تشوفها مقاطق قوتهم ومقاطق ضافهم وعشان ننزل مبارا إحنا عارفين يعني إش بالضبط كيف طريقة لعبهم أين قوي عمان؟ والله قوي كل خطوط صراحة قوي كل خطوط من الحارس اللي الهجوم فريق قوي وفريق يعني أجب أنه نحترم صراحة لا لا ما في فرحة بالعكس عارفين أنه لو مباراة عمان يعني لو حصل شي غير إيجابي يعني كنا ما صار شيء لكن فرحة تايلاند جات يعني بعد مدة طويلة ومن فترة طويلة منتخب ما قدم صورة يعني طيبة مثل مباراة الأخيرة وشان كده كانت يمكن في شوية زيادة في الفرحة هذا شي طبيعي لو بكرة جاك خمسين وأكثر ألف شلون ممكن يكونون إيجابي لللعبة داخل الملعب يعني رسالة تسامل الجمهور شتبغى يسوي بكرة؟ نتمنى الجمهور يحضر نفس المباراة اللي راح يعني اللي جاء الله يعطيهم العافية وازر صراحة بكل ما عندهم نتمنى أنهم يحضر زيادة عبوا الملعب وإن شاء الله يعني ما راح نخيب ظنهم بإذن الله والله طبيعي ممكن حبسي متعول على الجماهير في أوروبا يعني في الدور الإنجليزي يعني الجماهير يعطيك نكه صراحة في الملعب سواء لك أو عليك أن تحس بمتعة المباراة كنت أثر جمهور؟ جمهور لا ممكن يأثر في الخصم بكرة؟ أكيد إن شاء الله طبيعي وازر بهذا ونتيجة عن الكنس الجابية أكيد يكون فيه تأثير وإن شاء الله الله يوفقنا إن شاء الله الحمد لله يمكننا الحين مستعدين لفريق منتخب عمان وإن شاء الله طامحين لننحقق الثلاثين قاطر إن شاء الله تكتيك واضح بالنسبة لكم اليوم يعني هو آخر تدريب ترفيه يقولون؟ أكيد يعني ترفيه لازم قبل مباراة ترفيه وإن شاء الله بكرة نطبق لي يقول المدرب إن شاء الله كان في عمل ما بين مباراة عمان ومباراة تيلد؟ ما في عمل يعني يمكن كبير لأن تعرف لازم استرجاع للعيب اللي يلعبوا لكن الحمد لله يمكننا عارفين من قبل يعني التكتيك اللي يبغى المدرب والله منتخب يعني أكيد بعد فوزه قدام باستراليا أكيد هو يبغى جاء هنا يبغى يحقق الثلاثين قاط لكن إن شاء الله نعازمين نأخذ ثلاثين قاط ونضمن التهل إن شاء الله حضور جماهيري كبير متوقع يوم قد ماذا تطلب منه في سيناريو المباراة في الشهوط الأول في الشهوط الثاني؟ والله أنا بغاهم يدعمونني يعني في طول المباراة يعني لا يسكتون نبيهم 24 ساعة معنا إن شاء الله اشتركوا في القناة شكرا